صبر رباعي بارشا بارشا لماذا كنت تهديها الغنية يا غازي؟ الأم الغالية لحنية برافو غازي حافظ درسك كنا نتحدث عن الكرياسيون تكونتونيوم عذيفنا أحمد هذك علي شنيد يزغلت الفرصة وكيف تحكينا كيف هي على الماركتينج دانفلوانس هذا الكل في ماركت بلايس ماركت بلايس عيسيديو اليوم كنا نتحدث عن الماركتينج دانفلوانس سنفهم الساعة شنو هو ساعة كل شيء هو سيتون استراتيجي هي أسوسياشون بين المؤثرين وبين الماركت المؤثرين شكونهم هم عبيد ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يصنعوا فيه محتوي يبرتجون فيه مع الكوميونيتي اللي تبع فيهم والتي تعطي فيهم الثيقة تعطي ثيقة في رأيهم وتعطي ثيقة في الركومانداشون امتاحهم دوك الأسوسياشون هذية الشراكة هذية بين المؤثر والماركة المؤثر بشير وجنة للبروتوية ولا سيرفيس متاع الماركة هذية هي البلاتفورم نحكيه هنا على الفيسبوك على الانستغرام وحتى على الانكدين والبلاتفورم اليوم والتي هي مقر العلاقة المباشرة بين المؤثر والناس اللي تتبع فيه لك البلاتفورم يختلفوا لكن النتائج هما هما دوك إنا اليوم كان خاما بنمشي في استراتيجي متاع ماركيتينج دانفلوانس على شنو اللوش أولا يقيم اللوش على أني نوصل لأكبر أعداد متاع ناس إنا اللوش جنوالي على المؤثرين اللي عندهم أكبر عدد متاع نستبع فيهم وإلا المؤثرين اللي عندهم أكثر انجاجمات على الريزول سوشيو كاني إنا اللوج على أني نكتسب أكثر مصداقية بحكم أنه علاقة الثيقة اللي بين المؤثر والمتابعين بتاعه موجودة دونك هو كي يشحكي لهم على بخدوية متاعي فما ديجا انتغانو كنفيانس كي دجا بياني تبليه ثالثاني يذا كان إنا اللوج على أني انكبر المبيعات متاعي علاقة اليوم والذي نحكيه على ديكود برومو ديكود هذو ما والذي يستعملوهم المتابعين بشي تحصلوا على تخفيضات وإلا توساملما تتخفيضات اللي يعطيهم المؤثر على البروديو متاعي ورابعا إذا كان إنا اللوج على أني نخلط للسيب الامتاعي انفات اليوم اللي جنرالما والذي يستعملون للإنفلونسور والذي يتحصلون في دومين معين كي محكينا قبيلا سو في تكنولوجيا سو في سنتي سو في مود سو في كوزين وإلا غيره لذي نخلط للسيب الامتاعي لازم نختار الانفلونسور اللي هو تابع الدومين لكن كالعادة اللي كنا ديما موجودة المشيك الموجودين على خطر الماركتينج دانفلونسور اليوم ولا يتكلف ولا يتكلف خاصة مع المؤثرين المعروفين برشا المؤثرين اللي عندها نوية مرة كبيرة متاع متابعين ثانيا فما انغيس كمتاع الموفيزة السوشياتي لذي المؤثر ينجم يقدم بالطريقة الغير المطلوبة ينجم يوصل حتى يتيح في الدنيا ونجم يكون عندهم مشاكل اللي هما يوصلوا بمسؤولنا باليماجد المحكمة لذي نجي نرى نلقى نخسر حتى في المصدقية وثالثان سي ديفسيل ام جوغي يعني احنا ساعات عنا صعب في اننا نحسب التأثير لكومباني ماركتينج دانفلونس على مبيعات لذي السؤال يطرح نفسه اليوم هل التأثير هذي حقيقي وإلا مزيف هل يستحق اني ندفع مبيلغ كبير للمؤثرين بشي حكي على بروديوية متاعي عندهم وإلا لي الاجابة نعم فاتله لكن فاتله بيان وفي الإطار هذي بش نحكي على ثلاثة أغلاط شيعة يعملوها للمارك بشي تفاديوها اول خطأ اني نعمل ان سيبلاج ان موفي سيبلاج دانفلونسر لوش كين على المؤثرين اللي عندهم لنبغدابوني الكبار لنبغدابوني ما هوش هو الهدف المؤثر إذا كان عنده مليون متابع والمليون هذي ما عنده حتى علاقة بالسيبل الامتاعي إيبا سيصير بشي بشي نصرف عليه ومانيش بش نربح ونحكي على ان غطور شغان انفستيسمان اللي هو اضعيف ثاني خطأ انه يكونوا الاجباكتف الامتاعي ما همش واضحين ما نعرش عليش بالضبط نعمل في الكولابوراشون هذي هاو كجوز تخطر المركز الكل قاعدة تعمل في الكولابوراشون مع الانفلونسير نحن نمشي في الاثنية هذي لذلك غيالما لابد الاجباكتف يكون الاجباكتف يكون الاجباكتف ويكون سراتيجي لذلك لابد نعرف روحي هل نحب نكبر في الكميونيو هل نحب أكثر مصدقية وإلا نحب نبيع أكثر وأخيرا اني ما نبنيش عليقى واثيقة مع المؤثر واني نعمل وانشوت وهو يقدم يا ميحل وانخسر وانفضل وانتعاد للغاو جعله على نمشي افتحق 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 وانفلونسير يستعمل لكي تتبني افتحق لحب لكي تتبني في مابع واني مناقع هل هذا كنا شكرا ماركت بليس وممتع الانستغرام وممتع الريزيو سوشيو هو اللي متنجمش تشريه انتي غازي في الكلاب متاعك انتي انتونك كانفلينصر في الكلاب متاعك كيفاش تختار البراند اللي تخدم معهم واللهي انا اخويا عزيز من اختاركين البراند المحترمين جدا الذوق العام واللي همني الولاني ومن بعد عندك معني بالفلوس معني قدم البراند تدفع لي اكثر قدم نعطيها اكثر منزيد نكمل كبابر المتابعين متاعك شنية تحب تقولهم عندك الف واربعمية نحب نقول للي فولورز متاعي مخشي بوكو لل الف واربعمية كلها الف واربعمية كل واحد واحد نجم لهم في صالحة جارة الفكرة الفكرة انه انا عندي مدة نحب نحكي على فكرة معينة انه المؤثر ما هوش هو صانع المحتوي اتنجم تكون صانع محتوي به مكش مؤثر معنى الصناعة المحتوي ريت تطلب معرفة في اللوديو فيزويل ريت تطلب سكريبت ريت تطلب سيناريو ما فينا المان كيفي اللي هو المؤثر اللي هو اللي بشاتل عقدام الكاميرا اللي هو بشيحكي هذا ستم براندينج برسونيل يتبني على سنوات و سنوات في تونس الاشكال انو الحامض تخل في النابل اللي عنده دي ما يقول لك ري غالطة جملة ما عاد يقولها حامض تخلوين مش هكاكا هو قز الدنيا الدخلة بعضها ما هو دي ما يقول فيها جملة غالطة ما فيم ش من يجيبو موجود المثل ينجموا المستمعين يصلحوا موجود المثل يكن يتخل فيه غالط لا لا صحيح كو الحامض يتخل في النابل الحامل بالنابل اللي اتولياني بايه دخلت لأمور بعضها دخلت واصل واصل والناس الكل يسميوا فاهم دز انفلونسور يسميوا فاهم دز كرياتور دو كنتونيو انفلونسور راو ستم براندينج برسونيل يتبني على فترة طويلة باش اليوم انا الكل ممتاعي تأثر في نمبر كبير متاع عباد راو ستدير عندي بوستور معين عندي عندي انفكو معين عشتو اليوم انا كيبش نقول لتوينسا اعملوا الاكسيون هذي راو عندي كريديبليتي خدمت عليها سنين و سنين هذا ما يجيش بالسهل صناعة المحتوي بركنتر من الجهة الاخرى هي قراية التقراءة هو براتيك هي ممارسة وبالممارسة ركت نجم تتقن العمل لذي وصوخ تو اللي راوى لازمنا نفهم اللي راوى الكرياتون تجيب لك شفروات صحيح لكن الشفروات يظهما مهمش هما مقياس للا اسكن انت انفلونسور ولا ما ميقصوش الانفلونسا متاعك نادية نعم دائر اليوم نحكيو على الميكرو انفلونسور اللي هما عندهم اقل من 50 ميل واللي هما غيرما عندهم امباك تقوي وصاعد حتى اقوام اللي عندهم 120 و 300 اتس ترى وبرابي بش نعقب زيذا عقب بنتي مليجي تعقب اللي قالوا غازي انفت اليوم والينا نشوفه في دي انفلونسور مع الاسف الشديد اللي ما عندهمش محتوي وهذا بلحق سان فري بخوبليم كي سبوز شوفوا في عباد تأثر اي سورتو على الجن اي سورتو على صغار اللي في الكوليج وفي الليسي بسان بغطان يكون عندهم محتوي يقدموا فيه محتوي ذو قيمة وذو فالرق اجوتة دون هوني بلحق عباد قاعدة تخدم عالحاجة هذي خدمة برشا وقت الحقيقة دونك العبادة اللي تدبر ما والا العبادة اللي تحب تتبع الشاي هذي كاراو كونكرت ما ماهوش صحيح راهو تصوير راهو بيماش شكرا لك غادي شكرا ناديا على الفقرة هذه ماركت بليس ونعود ونقول اللي شوفوا ويتراهم ولا الارقام ما همش مقياسة خليكم عزيز غرسة المقياس موسيقى موسيقى